طيب معانا سكايب طبعا عندنا نجمنا الكبير تريزي جيه وعودة حميدة يمكن بعد غياب استمر لأكتر من ست شهور كمان ستيفن جيرار طبعا المدير الفني الجديد لأستون فيلا طمحات كبيرة جدا جدا على مستوى الجماهير وعلى مستوى النقاط بوجود ستيفن جيرار على رأس القائمة الفنية لفريق كبير زي أستون فيلا بيسعدنا النهاردة يكون معانا عبر سكايبا طبعا النجم الكبير نايل كوتلر ده طبعا نايل من أفضل حراس المرمى اللي لعبه في البريميال ليج على مستوى أستون فيلا ودلوقتي هو المدرب حراس المرمى الحالي لفريق أستون فيلا بنرحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي شكرا لكم ودعنا نبدأ بتهنيئة النادي الأهلي بمناسبة الفوز بالأمس بالبطولة السامنة للكأس السوبر الأفريكي شهدت بعض الآيلايتس من المباراة والأهلي قدم مباراة رائعة تهانية لجميع النادي الأهلي من بريمينجهام والآن أقول لريال مدريد يجب أن تخشل أن الأهلي قد يفتفى اللقب وقد يعود ليكون الأكثر تطويجا في العالم الآن الأهلي لديه 24 بطولة قرية صحيح طبعا شكرا على التهنيئة وزي طبعا ما بتقول للنادي الأهلي في الصراع كبير جدا مع أفضل أندي على مستوى العالم ريال مدريد في على مستوى عدد البطولات القرية إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي خلينا أبدأ معاك على مستوى ستيبان جيرارد طبعا والإدارة الفنية الجديدة لأستون فيلا شايف البداية إزاي مع جيرارد مع أستون فيلا وهل علي سقف طموحات مشجعي ومحبي أستون فيلا مع ستيبان جيرارد لوجوده السنة اللي جاية في أحد البطولات الأوروبية من خلال البريمير ليج وتواجده من دمن الخمسة الكبار بالنسبة لتموحات جمهير الفيلاز جمهير أستون فيلا مع ستيبان جيرارد في بداية الأمر عندما تم التعاقد وعندما تم الإعلان عن ستيبان جيرارد سيكون أستون فيلا جمهير أستون فيلا كانت سعيدة جدا لأن ستيبان جيرارد كلاعب يملك تاريخ خبير عندما كان يدرب في إسكتلندا كانت لديه بعض الأرقام الهائلة وهي ما أهلته لكي يصبح مدرب في أنجلترا وفي البريمير ليج لفريق عظيم مثل أستون فيلا ولكن إذا ما عدنا إلى الطموحات جميع فرق البريمير ليج لديها طموحات لكن أستون فيلا وجمهير أستون فيلا يعقدون آمال كبيرة على ستيبان جيرارد من أجل التآهل إلى مقعد أوروبي تعلم المنافسة الصعبة جدا في البريمير ليج إذا ما تحدثنا عن فرق كبيرة وعظيمة يجب على أستون فيلا أن يحارب من أجل أن يأخذ مقعد كبير في البطولات الأوروبية ولهذا إذا ما تحدثنا عن الطموح نحن طمعون ونحن واسقون في ستيبان جيرارد لأن ستيبان جيرارد سيصبح في المستقبل القريب وليس البعيد أحد أفضل المدربين في العالم وليس فقط في أنجلترا لأن أتابع كل يوم ستيبان جيرارد صحيح طبعا كان يعني بداية ولا أروع لستيفان جيرارد مع قدومه مع أستون فيلا ونتائج أكتر من رائعة خلينا كمان نتطمن على نجمنا المصري الكبير تريزي جي عايزين نعرف تريزي جي وصل لأنه مرحلة واقتراب اشتراكه مع أستون فيلا في مبارات البريمير ليج طمنا على تريزي جي من خلال وجوده وتعافيه من إصابة الروباط الصليبي بالنسبة لتريزي جي دعني أقول لك أن تريزي جي شخص هائل شخص رائع يعشقه كل ما في أستون فيلا وفي النادي يملك علاقات طيبة مع الجميع هو مساء رائع لللاعب المصري واللاعب المحترف عندما تمت إصابة تريزي جي كنا قليكين جدا لأنه يمثل عنصر هام في فريق أستون فيلا لكن بالنسبة للحالة البدنية لتريزي جي تريزي جي الآن أصبح في حالة بدنية رائعة وقد يعود في الأيام القريبة للفريق كل التوفيق طبعا لتريزي جي ويمكن أنقل لتريزي جي تحييتنا هنا من كل المصريين وخاصة قناة النادي الأهلي وإن شاء الله كل التوفيق للفترة اللي جاية عايزة أسألك كمان عن إحنا طبعا بنتابع من خلال طبعا حصصك التدريبية وإزاي بتشتغل داخل الملعب بنلاحظ أن حراسة المرمى اختلفت بشكل كبير يمكن في خلال العشر السنين اللي فاتوا بأن حارس المرمى أصبح عنصر أساسي في خطة لعب المدير الفني أنت شايف مواصفات حارس المرمى والمناسبة اللي يكون أحسن حارس المرمى في العالم كمان بالمناسبة طبعا حراس الأفارقة وعلى رأسهم طبعا مندي الحارس تشيلسي ومحمد الشناوي والأسماء اللي كانت موجودة في لستة طويلة بأفضل حراس المرمى على مستوى العالم رأيك إيه دلوقتي في التغيير الكل في نموذج حراسة المرمى في العالم أول شيء دعني أتحدث عن الجزء الأول من السؤال بالنسبة لإستخدامي للتكنولوجيا تعلم أن أمجلترا دائما صباقة لدينا العديد من الأجهزة الحديثة من أجل الاستعانة بها في طرق التدريب وأنا أستخدمها بشكل خاص من أجل تطوير حراس المرمى وأنت تعلم أن حارس المرمى هو موهبة أكثر منه صناعة لذلك بعض الأجهزة نستخدمها من أجل بعض التقنيات في المباراة من أجل أشياء بدنية أكثر منها احترافية بالنسبة لحارس المرمى لكن إذا ما تحدثنا عن الحراس المرمى الأفارقة هناك العديد من الحراس المرمى العظماء في أفريقيا أنت ذكرت بعض منهم لكن إذا ما أعودني إلى التكنولوجيا هذا قد يساعد حارس المرمى أن ينهض بمستوى من أجل أن يقدم كما ذكرت أنت شيء هام من حارس المرمى لأن الهجمة قد تبدأ من حارس المرمى لذلك إذا رأيت بعض التدريبات لي كما ذكرت أنا دائما ما أتعمد أن يقوم حارس المرمى ببدء الهجمة وأن يشارك مثله كمثل أي لعب في الملعب لكن بالنسبة للعبين والنسبة للحراس المرمى هناك العديد من الحراس المرمى الأفارقة التي أتابعهم بشكل خاص وقد ذكرت منهم مندي حارس تشيلسي وأنانا وياسين بونو أيضا حارس مرمى إشبليا وإذا ما تحدثنا عن الشناوي لقد رأيت بعض الآيلايتس لمحمد الشناوي في مباراة الأمس حارس مرمى رائع يستقبله مستقبل بير رأيته أيضا في كأس العالم للأندية لأن كأس العالم للأندية ببطولة يشاهدها العالم أجمع لذا تهانينا لنادي الأهل الذي لديه حارس مرمى رائع بكدرة محمد الشناوي لقد رأيت بعض من خلال وسائل الإعلام أيضا أركام محمد الشناوي وبعض الانكازات التي قام بها الشناوي هذا أمر عظيم وتهانينا لمنتقى بمصر أنهم يملكون حارس مرمى إذا ما تحدثنا عن الأشياء البدنية بالنسبة لمحمد الشناوي يحتاج العديد من الأشياء البدنية شاهدت بالأمس دربات الترجيح محمد الشناوي كان قريب من أن يقوم بإنقاذ على الأقل دربتين إن لم تكن ثلاث دربات ولكن هو ذهب معهم في نفس الاتجاه لكن دعني أقول مبروك للشعب المصري ومبروك للنادي الأهلي وتهانينا لمحمد الشناوي وننتظر الأهلي في كأس العالم للأندية وكان ستوب ميستر أعرف برضو كنت حارس مرمى كبير جدا في أستون فيلا وبعض الأندية في البريميال ليج من وجهة نظرك مين أفضل حارس على مستوى البريميال ليج وعلى مستوى العالم إنجلترا لكن دعني أقول ميندي في النسبة لي ميندي من أفضل الحراس في إنجلترا الآن ميندي يقدم مستوى عظيم وهذا مكسب للقرة الإفراقية زي ما تحدثنا عن ميندي أنا أتكلم بكل شفافية رغم أني مدرب حراس أستون فيلا لكن ميندي يعجبني كثيرا وهو من أفضل حراس مرمى إنجلترا وأعتقد أن أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول يستحق أن يتواجد كثاني أفضل حارس مرمى أنا أتحدث دائما عن الأرقام لأن كرة القدم أرقام صحية قبل ما يخش كنا نتكلم على البريميال ليج ونتكلم على فيروس كورونا وإصابات كثيرة جدا تصيب لعبي البريميال ليج على مستوى الأندية ويمكن طبعا تم تأجيل أكتر من مباراة في البريميال ليج هل تتوقع أن البريميال ليج سيستمر في الأسبوع القادمة أم هيكون هناك تأجيلات وتوقف للبريميال ليج خاصة بعد انتشار هذا الفيروس في لندن أو في إنجلترا بشكل عام بالنسبة لمستقبل البطولة الإنجليزية والبريميال ليج دعنا أكون صريحة معك مستقبل البطولة في خطر دعنا نمر هذه الأيام وقد نتحدث لأن الدولة والاتحاد الإنجليزي يقوم بتأجيل بعض المباراة أنا حزين لهذا لأن في إنجلترا كلنا قد وصلنا إلى نهاية الأمر والجميع عخز المصر والأشياء بدأت أكثر من رائعة لكن من خلال قناة الأهلي أقول لك أشياء هاما أن بعض المدن التي تعاني من بعض الإصابات وليست إنجلترا ككل لهذا يتم تأجيل بعض المباراة وليس كلها لكن بالنسبة لمستقبل البطولة الإنجليزية قد أكون صريحة معك المستقبل في خطر ماذا يجب علي أن أقول أتمنى أن تستمر البطولة لأن الإصابات كثيرة جدا في هذه الأيام للأسف بالأمس تلقينا أخبار صادمة أكثر من 90 فرد في رابطة الدور الإنجليزي يعانينا من كورونا الفيروس وللأسف رابطة الدور الإنجليزي تتجه لبعض القرارات الصعبة في الأيام القادمة أتمنى أن تكون هذه القرارات خاصة بالنسبة للدور الإنجليزي والبطولات الإنجليزية أتمنى أن تكون هذه القرارات طيبة بعد الشيء وأنت تستمر البطولة لأن الدور الإنجليزي هذا العام بطولة رائعة ورائعة جدا وأنجلترا دائما ما تكون مثال للعالم لذا إذا تم منع الجماهير في الأيام القادمة في هذا الوقت تعلم أن أنجلترا تمر بأوقات صعبة لكن استمرار الجماهير في المدرجات يعني أن الأمور على ما يرام إن شاء الله بالتوفيق لأن كلنا بنستمتع بالبريميال ليج أفضل دوري على مستوى العالم أكيد بنستمتع به لكن طبعا تأتي صحة اللاعبين والأجهزة الفنية في المقام الأول آخر سؤال قبل أن ننهي معاك كمان لازم نتكلم على نجمنا الكبير محمد صلاح هل كان بالنسبة لك أيضا صدنا تصدر أو احتلال محمد صلاح للمركز السابع في البلندور وتوقعاتك لمحمد صلاح خلال هذا السيزن هذا العام محمد صلاح هو الأفضل لا أعلم كيف تم اختياره كمركز السابع في تصنيف الأمر كان صعب لنا كإنجليز محمد صلاح هو مصري نعم نعم هو مصري لكن بالنسبة لنا يمثل أيقونة من أيقونات الدوري الإنجليزي ونحترمه ونعشقه اللاعب الوحيد الذي يلعب في إنجلترا تعشقه كل جماهير إنجلترا لا يعاني من عنصرية ولن تتم معاملاته ومعاملة سيئة نحن نعشق محمد صلاح ونكون له كل احترام وسيفوز العام القادم بالجولدن بول إن شاء الله محمد صلاح يفوز بالجولدن بول أو البالندور وبنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا اشتركوا في القناة